هاي اللي هو اللي منسميها زبدة نباتية لمهدرجة المارجرين يعني؟ المارجرين مش كل أنواع المارجرين هلا المارجرين شو هو؟ هو عبارة عن زيت نباتي ضفوله هايدروجين لما يضفوله هايدروجين بيصير بالقوام الصلب هلا ناتج عن عملية الهدرجة عم بتكون مواد منسميها ترانس فات اللي هي الدهون المتحولة الضرق هلا هاي اللي هي بتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب رح نحكي عن خمس أطعمة يفضل تبتعد عنهم أو التقليل منهم أو هلا نعرف كيف نقدر نخفف من آثارهم السلبية بس رح نعرف ليش هما سلبيين بالصحة خاصة على الأطفال طبعاً والكبار خاصة اللي عندهم تاريخ للإصابة بهم أمراض السرطان أو أمراض الخرف اللي بتصيب الدماغ أوكي طيب نبدأ من وين؟ نبدأ من هون من البطاطا المقلية؟ نعم نبدأ من هنا من المشاوي نبدأ من المشاوي هلا إذا تلاحظوا صورة المشاوي هاي ايش بميزها ايش لاحظت فيها رندا؟ الجلد الجاج المحروق المحروق ايبا بالضبط هلا المشاوي عادة احنا بنشوي جاج أو لحمة ومرات بكون في قطعة كتير محروقة أو مثلا بالستيك في كتير ناس بحبوا لازم تكون كتير كتير محروقة ونأكلها هاي ليش مضرة بالصحة وليش لازم نبعد عنها؟ لما تنحرق عادة اللحوم خاصة إذا كانت مدهنة كتير يعني مثلا جاج بالجلد أو لحمة فيها عشان تكون طريقة ناس بحبوا يحطوا فيها دهن كتير فلما تنشوى على الفحم مباشرة وتكون كتير قريبة من النار وجود اللهب النار والدخان مع ها الدهن بيكون لنا ثلاث نوعين من المواد لدرجة فيه شي مادة منسميها الهتروسايتليك أمينز ومانز منسميهم مواد هايدروكاربونز هذول المواد بتكونوا نتيجة وجود البروتين مع الدهن مع تعرض المباشر للحرارة العالية جدا لأن هاي حرارة عالية جدا ووجود الدهن هاي المواد لما تتكونوا إحنا ناخدها شو بدرنا هي منسميها من المواد الكارسيجونيك يعني مسرتنة مسرتنة فالأشخاص يتفي في ناس أسبوعيا لازم اللحوم بكميات كبيرة أسبوعيا لازم يكون في عندنا مشاوي فالأجزاء المحروقة هاي تعرضنا لإلها بعدة أكلات إذا كان خبز محمص محروق إذا كان قاعد طنجرة الورق الدوالي لما نقلبه هاي كل هالأشياء في كتير ناس بيدوروا على القطع المحروقة وبياكلوها طيب ربع هلأ هون يعني إحنا بنشوي اللحمة لأنها تكون صحية أو الجاج أو هلأ الخطورة بتكون بالدهون المحروقة بالضبط الأجزاء المحروقة حتى اللحم المحروقة أي الأجزاء المحروقة الخطرة بالضبط بس في طرق نخفف منها هلأ أول طريقة المارينيدنج يعني النقع يعني إنتي لما تكون في عندك جاج أو لحمة نعيدها قبل بيوم بخل أو ليمون أو لبن حتى بهارات زعتر تومة فواكه في ناس مثلا بيحطوا مع قطع الستيك ناناس أو كيوي بيطر اللحمة هاي بتخفف من هاي الأثار فهاي أول خطوة تقدر ست البيت أو الشخص اللي بيشوي يعملها عشان تخفف من هاي الأثار السلبية تاني نقطة نعملها الجريل أو الشواي يتنظف دايما آكي يعني فينا إحنا مرات السياخ ومننسى الباقي أيوقا وبتكون لسه الشحم المحروقة أردي على الجريل بالضبط فلهذا شحم محروقة على محروقة يعني هون مواد مصرطة كتير فأول إشي مننقع اللحوم تاني إشي منحاول ننظف دايما الجريل نحاول نبعد عن النار ما تكون كتير مباشرة على النار تالت طريقة بنقدر نستخدمها نسلق اللحم قبل ما نشوي لو إشي بسيط يعني تعملي نص استوى عشان ما ينفرق عشان ما ياخد وقت أطول على النار فبصفي على النار بس بيعطي يعني إحنا كل ما تأقللنا من التعرض كل ما خففنا من تكون هالمواد المسرطنة فمنقدر نعمل الجاج نص سلقة نص شوية يعني إشي بسيط بس ما يعني أكيد الشفات أشطر بطرق نقدر نساعدنا نشوي اللحم أو نعملها نص طبخة خفيفة منقدر ننقعها ونطريها ممكن نسلقها بعدين ننقعها يعني بهاي الطريقة نخفف منها إذا منقدر بدون جلد أحسن أو إذا الجلد ننشيله ما عندنا الناس بيحبوا الجلد بيحبوا أحمي شيات صباح خلص يعني لازم يكون في وعي إنه الأشياء المحروقة السوداء مصرطنة خاصة إنه إحنا بالأردن من البلاد اللي تعتبر عالية جداً بمعدلات الإصابة بالسرطنات المختلفة جداً ومرات اللي تعرضنا لهالمواد لفترة طويلة من عمر الصغير لفترة كبيرة هذا كمان عم بعرضنا لهاي المواد كمان نشوي الخضرة مع اللحوم بيخفف من تعرضنا لهالمواد فإنت بتقدر تستعملي هاي الطرق إنه ننقعها نحط تومة نحط بهرات نخلوا ليمون بيخفف إبعد عن النار شوي هاي كل هذه فبتاختي نكهة الشيواء بس بدون ما تحصلي على الجزء المحروق الأسود بالضبط يعني مكون باعتدال أوكي حلو هلا تاني نوع لا هاي اللي هو اللي بنسميها زبدة النباتية اللي مهدرجة المارجرين يعني المارجرين مش كل أنواع المارجرين هلا المارجرين شو هو 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 عبارة عن زيت نباتي ضفوا له هيدرجين لما يضفوا له هيدرجين بيصير بالقوام الصلب هلا ناتج عن عملية الهدرجة عم بتكون مواد بنسميها ترانسفات اللي هي الدهون المتحولة الضارة أوكي هلا هاي اللي هي بتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب عشان هيك صاروا يسمعوا الناس لا السمنة أحسن من الزبدة النباتية صاروا يلجأوا للسمنة هلا عشان نوضح أيوا بهذا الموضوع إنه أنا أخذ زبدة مهدرجة فيها ترانسفات يعني مش كل زبدة مهدرجة أو زبدة نباتية مهدرجة ضارة في منها ما فيها ترانسفات أو دهون متحولة أوكي ولا أخذ سمنة هون رح أحكي لك السمنة لأنه شوي مضارها أقل بين هاي الناحية بس هذا ما بيعني أستخدم السمنة بمبدي لأنه صاروا الناس يسمعونا على التلفزيون آه يقولك لا السمنة أحسن صاروا يحطوا سمنة أكتر على الأكل لا لا ما هو كمان السمنة فيها كوليسترول وإذا بتاكل كتير سمنة رح تضر صحتك فلا الزيوت أفضل يعني عشان هيك صار فيه لبس عند الناس يعني زيت نباتي أطبخ فيه أحسن من السمنة الحيوانية لأنه الزيت النباتي ما فيه كوليسترول السمنة فيها كوليسترول فهذا اللبس اللي صار عند الموضوع لأنه نصرنا نحكي لا الزبدة النباتية مش كتير منيحة روحوا للسمنة أو الزبدة العادية بس هذا ما بيعني أروح على السمنة والزبدة وأخذها ما بدي كمان طيب هلا زبدة حيوانية ولا زبدة نباتية مهدرجة إذا مهدرجة بدون ترانسفات متحول أوكي لأنه ما فيها كوليسترول ما فيها كوليسترول هاي فيها كوليسترول هلا كل شي بيعتدال تمام يعني أنا إذا استخدمت معلقة صغيرة سمنة وقليت فيها الضيض شو المشكلة؟ وأكلي كله صحي وأنا ما باكل أكل مألي ولا باشتشور ما كتير عادي بمشي الموضوع يعني الحياة الصحية مش حياة بدون نكهة يعني كله بيعتدال هواتف Märzi اوكي اوكي هلا نحن وصلنا هون الثالث اي شي لدينا الصوسيج، نستطيع التالت و رابعه من نفس المرحلة الآن الصوسيج، أول شيء، دعونا نقارنه بالمرتدلة الصوسيج شوي، هناك ناس يقول لك ما هو بروتين، ما هو مش بروتين يعني فيه نسبة بروتين بس كتير مخلوط معه، دهون، جلد وكل شيء نعم، فهو يعني إحنا إذا عم ناخده، يعني ناس بقول لي ما أنا رياضي بدي أخذ صوسيج بروتين ولا أكل صندويش تجاج، لأكيد تجاج ريح يعطيك بروتين كتير أكثر أو تونة، أو تونة كتير أكثر من الصوسيج لأنه نسبة الدهون فيه عالية جدا يعني كنسبة وتناسب قطعة تجاج فيها بروتين كتير أكثر وأقل دهون مقارنة بالصوسيج بس فيه خطورة من الصوسيج؟ الآن الصوسيج والمرتدلة، إذا عشان ننتقل رابع نوع بالمرتدلات هالمرتدلات عن جد لأنها قربت المدارس، والأولاد أونلاين، والعقل والمهارات أخفت بحس يعني من الأونلاين، إنت في الأولاد، هل بدهم صندويشي على المدرسة؟ بدهم إشي صح صح لدماغ، فبليز ما يكون مرتدلة كل يوم بواجبات نظامية، لماذا؟ هلأ المرتدلة والصوسيج هدول من سميهم بروسست ميد، هلأ طلع عنا إثبات علمي أنه بروسست ميد أو الحلوحوم المصنعة؟ أه، الحلوحوم المصنعة من المجموعة الواحد المصببة للسرطان، أو بتزيد خطر الإصابة بأنواع السرطانات فتخيلي أنه، هلأ، بين فترة والثانية، أوكي، مثلاً راح أطلب بيزا، بأخذ بيزا بخضار أو جبنة، مش ضروري أخذها دائماً بصصج أو سلامة، سندويشة طفلي على المدرسة مش ضروري كل يوم يكون فيها مرتدلة غير نسبة الملح اللي فيها، وغير نسبة الدهن اللي فيها، اللي هي المواد اللي ممكن تناولها بكثرة مادة النايتريتس الموجودة فيها، برضو بتزيد خطر الإصابة بعد طرف في روبا هاي كتير كتير مهمة، هلأ أنا مثلاً ابني بيحب ياخد لنش على الشغل، فحتى نيشبع بيقول لي أنه دائماً بدي مثلاً تركي أو هيك، وأنا دائماً هدول أشياء ما بجي بهم حضيت مرة بشارفة، يعني منصير نتعود نستبدلها بجبنة مثلاً بحمص، بيتبل، 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 زيتون مهروس، بأنني دائماً أخاف من اللحوم المصنعة، قديمه سرطنة، بزر، هلأ برضو نكون واقعيين، هلأ في ناس بقول لك، يعني مش معقول أنا أطالضاني طول حياتي، تقدر بس في فرق بين سندويشة ابني اليومية تكون حمص أو أعوده على الأشي اللي ما فيه ملح كثير، ولا كل يوم أحط له مرتدلة، في ولات كل يوم، هذا حرام كل يوم كل يوم كل يوم، فيها دهون، فيها مصنعة، مواد مصرطنة، بزر، حبيت، هذا الملعون، هذا كثير حكينا عنه صح؟ على التشيبس والبطاطا الملية ليش تعتبر من أسوأ الأطعمة؟ يعني احنا اليوم حكينا بالأسوأ كلهم، إن شاء الله تقدروا خفيفوا منها قد ما بتقدروا، أيضا بكيت التشيبس بروح كثير مع أولاد على المدرسة، يعني دايما متلاقي بكيت التشيبس يعني خلص إنه الولد أو كل غداك بيعطيك تشيبس، طبعا هاي من منقدر نحكي طرق التعزيز الخاطئة جدا عند الأطفال، حكيت بحلقة سابقة إنه البطاطا والتشيبس فيهم مادة الأكريلاميد، اللي هي منتشرة بكثير أطعمة، زي البسكوت والقهوة، موجودة بكل مكان، يعني بكثير من الأطعمة المخبوزات، ولكن تركيزها أعلى إشياء موجودة في البطاطا المقلية والتشيبس، فهاي برضو من الأشياء اللي بتتأثر على الدماغ، بتأثر على أعصاب الدماغ، قد تكون لها علاقة بأمراض الألزهايمر والخرف والفقدان الزاكري على كبر، فانتبهوا كمان أدية عمناكل منها، وكل أدية، يعني فيه فرق بين مثلاً كثير من الناس بحبوا يطلعوا على المطاعم بأسبوعين، مجلولة كل مرة الأسبوع يكون اختياري بطاطا مقلية وبرجر، مادة المرة بيتزا، مادة باستا، هلأ يعني هاي المادة الأكريلاميد، اللي موجودة في البطاطا المقلية والشيبس، على إشي، عالية كثير، واللي هي إش بتبلد المخ؟ يس بتأثر على أعصاب الدماغ، وبتأثر ممكن كمان إليها علاقة ببعن أنواع السرطنات، يعني لما أولادنا يقلب منها كل يوم كل يوم بقل النشاط الذهني، غير نسبة الأملاحة العالية جداً، يعني إحنا للأسف أطفالنا عم بياخدوا نسبة أملاحة كتير أكتر من احتياجاتهم اليومية، يعني كمي بسناكس، اتخيلي إذا الطفل بكت شبس على المبرسة، ومشروب غازي، وهو مرتديلة، وهو سوسج، يعني زمان حتى المدارس كتير كانوا يبيعوا جاج مقلي ونجتس، حرام الطفل كل يوم يتعرض هذه الأطعمة، ما منقدر نشيلها من نظامنا الغذائي، لأنه ممكن بعد ميلاد، بس ما نعود طفلنا بشكل يومي يتناولها، أو إحنا بالشغل يلا نطلب ديليفري، في كتير خيارات صارت ترسحها، دائماً، في بطاطة مقلية دائماً، مضبوط، بتعرفي يعني عن جد هلا، لأنه أدي صار اللي أنا معاكم، عشر سنين أخطيات التقديق، أدي صار وعي عندي، وعن جد أشكركم، إنه ما هي الأشياء التي تكون موجودة لنا في البيت، ما هي الأشياء التي تكون زي سناكس، فصار عندي مثلاً هذول دائماً بجادل أنه لا، هذول ممكن مرة بالشهر بقدار أجيب مرتادلة، آآآ، بين فترة والتانية، من شبس معنا، ما نجيب، حتى من هم صغار، يعني ما كنت تعرضوا عليه، البطاطا المقلية، أوكي لما يجيبوا شيء من المرة، أكيد بحلقة قبل أنه كيف نقدر نخفف من الطريق الطرق التحضير البطاطا يعني مثلا الزيت ما ينقل فيه أكثر من مرة نشيل بواقي الأطرام المقلية من الزيت إذا بدك تقلي فيه مرة تانية قلي فيه مرة مرتين حكي حد أقصى ما تقلي مرتين فيه ناس بقلو مرتين صح هذا كثير لن تقرمش أكثر أي شيء زاكي تعملك نوع من الإدمان يعرف أنه هو مضر بالصحة على الأغلب يعني نحن نحكيها كل شيء وبتعرفي شروبا بحس أنه مسؤوليتنا أنا لما ألاقي طفل عنده زيادة وزن يعني كل الأهل بدهم الأفضل لأولادهم بس هنا فيه وعي كتير ناقص أنه هذا أنا جريمة بحق هذا الطفل عم بخليه يكون عنده زيادة وزن من الطفولة قدير رح يتغلب لما يكبر لما يتعود على هاي العادات يعني زي ما أنت بتقولي ما تعودي عليها من الأول يعني خليها مناسبات بدك تعودي وتزيد الوعي يعني فيه ناس كتير بفكروا أنه الطفل كتير زكي يعني حتى بعمر سنتين وثلاثة وأربعة إحنا التكرار نظن نحكي بالإشي خلاص بيصير إشي مزرع فيه زي لما بتزرعي أي عادة أو أي أخلاق معينة بطفلك وإذا ما تعود على الإشي كمان يعني كيف تعلمي الطفل أنه مثلا ما يكذب ما يمد إيده يسرق مثلا هذا كيف زي ما بتحكي مع طفل عمر سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة بهذه الأمور برضو بيدري تحكي في هذا الطفل هم بعرفوا كتير أشياء خلص تعود زي هم زي أطفال إلا مرات يطلبوا بس مثلا مش موجودة عنا في البيت فلما نطلع بره ويشتهوا شغلة أوكي لأنه هي مش دايما لأنه كمان الحرمان ما بتقدر تضليك تحكي لا لأنه ما رح تقدر تعيش الطفل بنعزال عنه بس تقدر تسيطري على جوابك مية بالمية شكرا عدد الدكرارات تعرضهم لإلها بقلب طبعا وهي مسؤوليتنا نحمي صحتهم شكرا دبتورة روبا أهلا أهلا